يا الله يا الله السلام عليكم عليكم السلام حياك الله سمحت الشيخ مفيد الأسر صلى على محمد وقال محمد والله سمحت الشيخ مفيد كنت أبغي أعرف ما هي الآيات التي استدل الإمام بها الإمام عليه سلام الله عليه في إثبات إمامته للأمة دلوقتي دلوقتي ساعة في القرى الأرضية لكن الإمام علي كانت بيستدل منين من القرآن أنت قاعد ترسلني بقى لك نص ساعة على المسينجر هو يا شيخو صح أنت بترسلني على المسينجر ما تعمل شي مظلومية بساعة بساعة ما يعنيش الساعة الآن تسعة بقولك بس يا شيخ بالله عليك أنت بقى لك شوية قاعد تكلمني على المسينجر أنت بقى أي مكان أنا بالغرفة لا لا يبقى بقى بقى يعني جالس جالس وين أي بلد أنا جالس على الكرسي أنا في أفريقيا يختلف الوقت من أفريقيا لعراق وكذا أنا بس عايز أعرف يا شيخ أنت قاعد تبعثلي على المسينجر من السبح قاعد تبعثلي رسائل على المسينجر من السبح هل أعرضها والله قاعد تبعثلي وانا قلت لك عمدي بوشرة ليك عشان تردوا ردة علي أنا عايز أعرف بسأل الإمام علي استدلا بالآيات اللي انتوا بتستدلوا بيها ولا أنت أعلم من الإمام عالمي؟ تعرف بيه الساعة عندنا بالعراق؟ أعرف أعرف الساعة الآن 12 و 10 بالعراق وإنت صاحي وبتبعتلي على الرسائل على المسينجر بقولك أنت بتبعتلي هنا يسمح الشيخ باللعلك بقالنا 3 دقيقة هو دخل في دقيقتين هو شن اسمك؟ اسمي سيد حيدر الموسوي لك دي هذا الاسم لا هذي طقيق اسمي رامي عيسى والدلع سيد حيدر لا لا سيد حيدر يا أنت كذاب لا ليه اسمين وعندك في كتاب النجم التقف في أحوال الإمام الحجة الغائب الإمام له مئة اسم يا عمي 3 دقيقة زمنك أجاب هل الإمام علي استدل بما تستدلنا به؟ كذاب 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 طيب أنا كذاب كذاب الإمام علي استدل بما تستدلوا به أم أنكم أعلم من الإمام علي؟ أنا ما أشأل فيه واحد كذاب طيب سمعت الشيخ مفيد ومسمي نفسك أعلام الشيخ مفيد الأسدي وطلعت أنت وعمل نفسك فيلم إن واحد ماسك صفحتك دلوقتي يا شيخ مفيد أنت في بث مباشر يستمع إليك الألاف في بث رامي عيسى فتستطيع أن تجيب ما هي الليات من أجوز لك نسيت أستأذم من السيد المرجع هل يجوز سماحة المرجع أن تحرم علي لا يا حبيبي إحنا من زيكم إحنا لابد أن نأمر بالمعروف نحن ما بنمشيش منقاضين خلف الساسة والمعممين السادة والمعممين أجيبني هل الإمام علي استدل بما تستدلنا به؟ لو كنت مقدم شان استأذنت طب استأذم يعني أعمل أخبط عليك يا شيخ مفيد نعم هل الإمام علي استدل بما تستدلون به من القرآن؟ استدل بأي تلولية أو أية التطير أو أية المواد أو أية تبعت رسالة دي طب أنا بعدت لك رسالة يا شيخ وقلت لك عندي بشرة ليك وانت قلت لي ما هي البشرة قلت لك اتصل بقى وكده وكلمنانا وانت قبلها رسائل كثيرة بيني وبينك قاعدة أرسلك من الصبح عشان ترد شفت الطعمة كنت يورملك الطعمة إذا ما بتجي حبة تستطيع سمكة وترميلها الطعمة عشان ترد ونبين لعوامل الشيعة انحقك يلا كده؟ يلا مع السلامة كده يا شيخ مفيد مش هتجوب عوامل الشيعة اللي جلسين هيقولوا هيقولوا الشيخ مفيد لا يستطيع الإجابة هيرب والله هيرب ولا ما يستطيع الإجابة شفتم كنا نستقطب كبار هؤلاء المعممين اكتب اسمه أمامك يا شيعة الآن اكتب الآن إعلام الشيخ مفيد الأسدي شيخ كبير عندهم لكن حينما نطالبهم للمناظرة لا يستطيعون أهو هذا المعمم بصورة تبقى موجودة في المنتج هنا لا يستطيعون إثبت هذا الدين لضعفه لا يستطيعون المناظرة لا يستطيعون المحورة الحمد لله الذي جعلنا سبب في كشف هؤلاء لعوامل الشيعة أيها الحبيب عشان تدعمنا والقناة متأفشي تسوي إعجاب وشارك الفيديو في أكثر من جروب ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد اشتركوا في القناة